شد للحبال هكذا هو وضع الساحة اللبنانية التي يتكابش فيها الافريقاء السياسيون للتوصل الى قانون الانتخابات والسؤال هل ستجري الانتخابات ومتى بعرف انه كل العالم تكري انه انتهت الانتخابات انا ما بقول انا بقول ما انتهت لا مش مضحية مش طعيحة الكلمة يعني لبنان هيدا كيميا سياسية ما خصوا بيان بقصة المهل والهيدا رئيس جمهورية رئيس الحكومة عب بيوقعوا مرسوم الدعوة ووزير الداخلية عب يعد لشهر الترشيحات بس بالاخر كل هاو بيصيروا عجنب لما بيصير في منطق التسويس سياسية في لبنان اقوى شي حاكم النظام اللبناني من عقود منطق التسويس سياسية هلا الان نحن على مشارف الخط الفاصل بين انه يقتنعوا كل الاطراف بتسويس سياسية او نروع الخراب اللي هو اسم الفراخ ولكن في غمرة هذا التعارض يبقى المخرج لاجراء الانتخابات عبر طريقتين اما العودة الى قانون الستين او ابرامي تسوية سياسية وفق القانون المختلط ما في شي حيلغي قانون الستين غير قانون جديد محله وبيصوت عليه مجلس النواب حسب الاصول هل هناك امكانية لاجراءة قانون جديد انا ماني شايف انه انتهى حظ هذا الاحتمال لا ماني شايفه انا بعتقد انه من هلأ لعشرين حزيران بيضال في امكانية في لبنان لبنان بلد الربع الساعة الاخير دايما فاذا ما عاش عندك المجال غير مفاوضة على مشروعين مشروعهم يعملوه 14 ادار والاشتراكي والطيار المستقبل وعبروه لكل 14 ادار مع الاشتراكي حاليا هاي مسودة مسودة الرئيس بري المختلطة كمان هاي دي مسودة التفاوض بيرسير على هالمشروعين بالاخر اذا في احتمال انك تستدرك الانتخابات بموعدة او مؤخرة بعض الشيء بشكل كتير معقول ومحدود فانا مش اكتمل شهر شهرين يعني بيبارش معك العالم هيك ولا ممكن تقبل غير هيك بس على اللهم اللهم كلها اللي اللي اعب لك هيه بعده مرهوم بشغلة وحدة بدك فريق 8 ادار يقتنع انه ما بق فيه يفرض معادة لتقوم على الاتة اما قانون انتخابي بجبنة الاكسرية بالكامل صافي هالمرة بدون حتى وليد جنبلار اما لا انتخابات اذا ما يعرقل الانتخابات هو عدم تسليم فريق الثامن من اذار بان ليس باستطاعته التفرد بحكم البلد واعطاء الاولوية لمصلحته الخاصة على حساب المصلحة الوطنية